اشتركوا في القناة صار المصباح من اهم اشتعال ملايين من هذا المصباح الصغير في الوقت صار الضوء واحدا من اهم الرموز الحضارية الا انه يوجد مصدر ضوء تفوق هذه الاضواء التي نراها على سطح الارض لنلاحظ الان هذا الضوء الصغير المضيء في الظلام القوي والفعال لكن مصدره يختلف كثيرا عن مصدر المصباح هذا ليس جمادا بل هو كائن حي انه اليراعات المضيئة الصغيرة هذه الحشرة الصغيرة تنتج في جسمها الضوء ليس لها مصباح ولا تستعمل الكهرباء ايضا وعلى الرغم من ذلك تمتلك تقديم مصباح فالمصباح لا يستطيع ان يحول من الكهرباء التي تصله اكثر من عشرة بالمئة الى ضوء ويضيع تسعون بالمئة من الطاقة بتحولها الى حرارة الا ان اليراعة تنتج ضوءا تصل به الى مئة بالمئة والسبب في هذا ذلك التصميم الذي لا تفاوت فيه لنظام انتاج الضوء في الحشرة ففي جسم الحشرة يسمى لوزيفرين والثانية لوزيفراس وعند الحاجة الى الضوء تجتمع جزيئتان من هاتين المادتين معا لتنتج الضوء هذه الجزيئات المعقدة صممت خصوصا لانتاج الضوء حدد موضع كل واحدة من الذرات المكونة للجزيئات هذا التصميم الكيميائي الحيوي بل خلق خلق كما اعطى الله لكل الى انتاج الضوء باستخدام هذه التقنية العالية لمعرفة الجواب على هذا السؤال يجب ان نراقب مجتمع اليراعات هذه المشاهد تشعر الانسان كأنه يسير تحت النجوم الا ان ما ترون هي مئات الالاف من اليراعات لهذه الاضواء معنا هام جدا لدى اليراعات الاتصال اتبع الناس عبر التاريخ اساليب مختلفة لتأمين الاتصال احد وسائل هذا الاتصال اشارات تتألف من اشارات وفي البرقية تؤمن اليراعات الاتصال باستخدام اشاراتها الضوئية طبقا لاشارات المار ترسل اليراعة الذكر رسالة لليراعة الانتة بالقيام باشعال الضوء واطفائه هذه الرسالة تحمل شفرة خاصة تجيب الانتة الذكر باستخدام الشفرة نفسها وبفضل هذه المراسلات يجتمع الذكر مع الانتة تعرف كل يراعة منذ ولادتها ارسال الرسائل بهذا الاسلوب وتفهم ايضا على هذه الرسائل ترجمة نانسي قنقر في بعض ليالي جزيرة تبرز اضواء بعد فترة من غروب الشمس هذه الاضواء يعود مصدرها للديدان البحرية الانثى الخارجة الى السطح الكيميويين الذين انت وهذا الكائن يعرف اضواء وفي النهاية اما التي تقترب ناثيرا اضواء لما باستخدامに طرف هلا تقنع واضاء المنزل الانثى الى عماق المياه مرة اخرى انتهي المشهد بعد انتهيت مرة اخرى انتهيت بالضوء الذي تنتجه هذا لنزول الى عمق مئة لم تتم حيث لنظوء لم تتم بعد ومكان فاكثر بعيدين ضعفا ربما تظنون ان اي كين لا يستطع وعلى الرغم يبرز منظر مدهر اشتركوا في القناة 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 يجب هناكيرا للأضواء ونحن ف لا تجدتم أجد مفهول لا تملك أيا منها ولا معه وتعلم أي بحثت الأضواء من أجزامها أم أنت نحن نحن ذوي هذا الأن تكونت بمضاعة فلا بحثت بحثت أنت خلقت بطاعة من تأم يضع لنا المهد الضوئي الذي تقف في أطلق فالله تعالى لأي القديم أكبر بمضاعة والبحر الذي لا يجب لك مثله شخص بعلم والبحر يقول هو صور لإسم يتبح له من سموات والأرض وهو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وهكذا يبدأ البناء يستغرق بناء شبكة الآن تتابعون هذا العمل اشتركوا في القناة 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 الفلاذ أمتن المواد التي يمتلكها الإنسان ينتج الفلاذ بطبخ الحديد وباستخدام التي تصل حرارة في مصانع الصناعات الثقيلة يستخدم كبيرة جسور جسور مادة امتن بخمسة اضعف مع انها ليس لها نصيب في استخدام لا تملك حتى قابلية التعقل انتاج خيط امتن من الفلاذ من قبل حشرة صغيرة ثم استخدامها كالمهندس المعماري في انتاج معجزة كبيرة يعرف الناس عامة ان العنكبوت كائنات تصطاد بنصب الشباك الا ان هذه العنكبوت التي تسمى دينو بيس لا تنتظر علوق صيدها في الشباك وبدلا من ذلك تقيم فخا متحركا تجهز خيوطا خاصة جدا بمئتي ضربة فرشات في الدقيقة ثم تضم الخيوط الدقيقة لبعضها ضمن خطة محكمة وبذلك يصبح الفخ القاتل جاهزا تجهز حتى اكثر الخطوات دقة تصيدها بالحرير الخاص الذي صنعت ترجمة نانسي قنقر ويمكنها ان تصطاد اكثر من فريسة في الليلة الواحدة ترجمة نانسي قنقر خاصة بها ميم الحقيقية للخلاص من هذا الفخ أسلوب الصيد لدى عنكبوت بولاس تشد فريستها باتجاهها بأسلوب لا يقاوم هدفها ذكر العثب تنتج العنكبوت أيضا من جسمها وعلى هذا الخيط قطرات لاصقة قوية ثم تدلي هذا الخيط الأسفل مثل صنارة صيد السمك تضرب بصنارتها ضربات خفيفة لجلب ذكور العث والعنكبوت تقلد الرائحة نفسها وتضعها في طرف الفخ ذكر العث لا يقاوم هذه الدعوة المغرية وعندما يقترب العث تبدأ العنكبوت بلف الخيط من مركزه مثل الوحق فالخطة المعجزة عادلة الكيميائية لهرمون الفيرمون الذي ركبته أنثى العث وهذا الفيرمون مادة لو أردنا إنتاج مثل هذه المادة الكيميائية للازمنا القيام بأعمال معقدة تطور لو فرضنا أن العنكبوت أنتجت هذا الهرمون بعقلها فكذلك أن تتابع الطريق نفسه ثم تأخذ منها نموذجا كيميائيا من الفيرمون لتقوم بتحليله وتقليد المعادلة التي وجدتها على طرف الخيط الذي جهزته للصيد هذه العنكبوت الصغيرة ليس ولم تحصل على أي تعليم ولكن إذن كيف فكرت في وضع هذا الهرمون في طرف الفخ الذي صنعته؟ تأخذنا إلى حقيقة فمادة الفيرمون الكيميائية وتستخدمها العنكبوت للصياد تأخذ من العنكبوت هي عنكبوت الباب المفخخ هذه العنكبوت لا تهاجم كالعناكب الاخرى من الجو بل تحصل على صيدها من تحت التراب اولا تقومها تحت التراب ثم تصنع بابا دائريا في مدخل العش باستخدام خيطها مع التراب تثبت نقطة من طرف هذا الباب بمفصلة تنشر الخيوط الدقيقة المشدودة من داخل العش الى الخارج ثم تصنع بابا دائريا في أوراق بفضل هذا النظام تستطيع بقوانب العش اخرى وجهة اي للعش عندئذ نحن نانعه جاهزا نحن نمان فوق العش ستصير قليل ها هنا نملة صغيرة إلا أن واحدة من هذه الأزهار مختلفة إنها فخ بوبي للعنكبوب إلا أن واحدة من هذه الأزهار فنصبت الأزهار والأزهار ثم أزهار مبكرة هذا الفخ ممن تعلمت الاختفاء بين الأزهار مقالع الأرض والجانب الأخر معرفة مولودة هذه التي لا تزال أما فخ عنكبوت دينو بيس عنكبوت دينو بيس هذا المولود هذا العنكبوت الصغير مهندس منذ ولادته يبدأ بنسج أولى شباكه وجود عناكب صغيرة بكثرة في ساحة ضيقة يمكن أن يسبب بعض المشاكل الخفيفة وعلى الرغم من ذلك في فترة قصيرة يستمر كل شيء بلا توقف هذه العناكب ستفترق عن أمهاتها لصنع أعشاشها بعد مدة وجيزة بلا شك يوضح أن نسج الشبكة كان بإلهام بلا شك فالذي ألهامه فأصى الخارقة اللهم تعالى عشق اشتركوا في القناة 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 جفون العين لدى الجمل شفاف تملي ومن الغبار ايضا ومع ذلك تؤمن له رؤية الضوء ولو كانت العين مغمضة واما رموشه الكثيفة والطويلة فقد خلقت بشكل تحجب عنه غبار في انف الجمل ايضا ثمت تصميم خاص فبامكان الجمل اغلاق من خريه باغطية خاصة لحظة بدء العواصف الرملية من اكبر الاخطار التي تواجه وسائل النقل التي تسير في الصحراء انغرازها في الرمال الا انه لديه على الرغم من حمله مئات الكيلوغرامات لتناسب اخفافه الضخمة تمنع انغرازه في الرمل والطويلة تحمي جسمه بعيدا عن الحرارة الحارقة اما جسمه فمغطر يحميه من اشعة الشمس من برودة الصحراء التي تسير في الصحراء من جسم الجمل طبقات جلدية ثخينة وحامية وبفضل هذا لا يحق هذه الطبقة الجلدية القاسية يوضع يوضع الكمال في خلقة الجمل لنمع زي الجمل هذا الانظمة الخاصة سنام واخفاف وجفون عينيه تحمي عينيه من الخاصة تجاه العواصف الرملية والشفاه والاسنان والفم الذي يساعد على الحرارة اجهزة الهضم التي تساعد مع الطعام في جلده تصمم لحم وجميع خصائصه الاخرى كذلك لا تدعم بشكل من الاشكال منطق المصادفة العمياء لنظرية التطور بل توضح حقيقة ان هذا الكائن ليعيش تان في هذا الفيلم قمنا برحلة الى اعماق المحيطات حارة الى امتداد غابات الامازون الكائنات التي بحثنا فيها هذه الرحلة امتا جدا قدرة الله تعالى في كل زوايا الله تعالى الذي انما اله الا هو وسع كل شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا